شارقية الموقع عالمية الرسالة إنها الجامعة القاسمية التي أنرت شعاع العلم والمعرفة فاتحة أبوابها من جديد لاستقطاب طلابها من مختلف دول العالم وسط تقديم تسهيلات مستحدثة ومميزة بخطة استراتيجية عبر استخدام منصة التواصل الاجتماعية زوم تم وضع قوائد وأصص جديدة لاستكتاب الطالبة تهدف إلى تحقيق رؤية ورسالة الجامعة القاسمية كما أرادها سيدي ووالدنا صاحب الصمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وضو مجلس الآلة حاكم إمارة الشارقة بأن تكون الجامعة القاسمية شارقية الموقع عالمية الرسالة بخطط مدروسة تعمل بتوصيل العلم الشرعي الصحيح والمعتمد على نهج القرآن الكريم وأساس اللغة العربية تأتي الجامعة القاسمية لتنشر ضياءها في شتى أرجاء العالم خاصة أن هذا العام استقبلت نحو 300 طالب وطالبة الأساس في الدراسة كما أشرنا أن يكون طالب ملماً باللغة العربية ولديه بعضاً من الثقافة الإسلامية أن يكون حافظاً لبعض القرآن إذا كان يريد أن يدرس في كليات الشريعة ولكن عدم إتقان اللغة العربية لا يمنع الطالب من أن يدرس في الجامعة الجامعة القاسمية منذ أن فتحت أبوابها في عام 2015 تنشر العلم لكافة طلابها من خلال تخصصات مختلفة ترفض المجتمع المحلي والمجتمعات العربية والإسلامية بنور الثقافة والعلم وللحديث أكثر مشاهدين الكرام حول استقبال الجامعة القاسمية للطلبة الجدد وللتعرف على جديد الجامعة يسعدنا أن نستضيف اليوم في ستيديو برنامج أماسي الأستاذ الدكتور عواد الخلف وهو القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية مساء الخير دكتور مساء الخير والنور والسرور الله يحفظك يعني قبل الحديث عن استقطاب الطلب الجدد نود كذلك أن الجامعة على تجدد منحها لكذلك الاعتماد الأكاديمي والترخيص المؤسسي من قبل وزارة التربية والتعليم قطاع شؤون التعليم العالي نود أن نتعرف على برامج الجامعة المتعددة دكتور والتي منحت هذا الترخيص وهذا الاعتراف الأكاديمي المتجدد بسم الله الرحمن الرحيم بداية أشكركم على هذه الاستضافة ومن خلالكم أتوجه بالشكر الجزيل لتلفزيون الشارقة لرعايته المستمرة لفعاليات وأنشطة الجامعة القاسمية العفود فالجامعة القاسمية بتوجيهات ورؤية مؤسسيها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله تعالى عضو المجلس الأعلى لاتحاد حاكم الشارقة ورئيس الجامعة القاسمية هي منارة أكاديمية متميزة متعددة الثقافات ترتقي بالعلوم والآداب وقيم الحوار لتسلك مع الطلبة وتجذبهم للدراسة فيها من شتى أنحاء المعمورة وفق مستوى تعليم تنافسي كي تهيئهم وتعدهم لرجوع بعد التخرج من الكليات المختلفة إلى بلدانهم والعمل على تطوير وخدمة مجتمعاتهم من الجدير بالذكر أن هذه الكليات هي كلية مختلفة كلية الشريعة والدراسة الإسلامية كلية القرآن الكريم كلية الأداب والعلوم الإنسانية وكلية الاقتصاد والإدارة وكلية الاتصال والإعلام هذه الكليات بحمد الله جميع البرامج الأكاديمية التي تطرحها هي برامج أكاديمية معتمدة من لدى وزارة التربية والتعليم وكما ذكرتم في الشهر الفات تم تجديد الترخيص المؤسسي للجامعة من قبل وزارة التربية والتعليم كما تم تجديد الاعتماد الأكاديمي فأصبحت جميع هذه البرامج الأكاديمية معتمدة تجديد الاعتماد أستاذ محمد وأيضا الترخيص حقيقة له دلالات كثيرة من هذه الدلالات أن الجامعة استوفت كل الشروط وكل المعايير التي وضعتها الوزارة لغرض الترخيص كما يدل على أن الجامعة قد استوفت جودة البرامج ويدلل على جودة أداء أعضاء الهيئة التدريسية وأعضاء الهيئة الإدارية بالإضافة أن هذا الأمر يدل على أن اللوائح التي تسير وفقها الجامعة هي ذات جودة عالية دكتور من الملاحظة اليوم بأن الجامعة تخطو خطى واثقة نحو وجودها الأكاديمي في المجتمع هناك سعي واضح للنهوض برسالتها العالمية عبر اللوائح القانونية والإجراءات التنفيذية كذلك دكتور يعني هذا يتضح جليا لكل من يلج إلى موقع الجامعة الإلكتروني يتابع تفاصيل وأخبار الجامعة التي تنشر عبر سواء مواقع التواصل أو وسائل الإعلام المختلفة أين وصلت الجامعة في هذا الخصوص؟ الحقيقة بناء اللوائح كما ذكرتهم أستاذ محمد يعني يعتبر ذو أهمية كبرى ومتطلب ضروري لغرض تطوير الجامعة والارتقاء بها لأن هذا البناء اللوائح الهدف منه تسهيل كل الأعمال وكل الأنشطة التي تقوم في الجامعة وهذه اللوائح التي وضعت في جامعة القاسمية تم اعتمادها من لد من صاحب السمو حفظه الله تعالى في شهر فبراير الفائت ويأتي هذا الاعتماد ضمن سعي الجامعة نحو تطبيق مبادئ الحوكم الإدارية لأن هذا يؤدي إلى السعي لإرساء قواعد ومعايير هذه المعايير وهذه القواعد ستسهل توضيح السياسات ستسهل توضيح الحقوق الواجبات كلما كانت هذه الأمور أكثر وضوحا كلما كانت الإجراءات أكثر جودة فالعلاقة بينهم علاقة طردية صحيح يعني رغم الظروف التي يمر بها العالم والمرتبطة بآثار هذه الجائحة إلا أن في الحقيقة هناك خطة مدروسة من قبل إدارة الجامعة يشرف عليها مجلس الأمناء كذلك أو يرسمها مجلس الأمناء ويشرف على تنفيذها الفريق التنفيذي للجامعة يعني لاستمرار هذه الدراسة والتحصيل العلمي في جميع الأحوال وتحسبا لجميع الظروف فما هي الخطط التي وضعت دكتور للمرحلة القادمة لا يخفى عليكم أن في ظروف الحالية في ظل هذه الجائحة التي لم تفرق بين جامعة وأخرى ولا بين ثقافة وثقافة أو بلد وبلد منذ اليوم الأول الجامعة أخذت على عاتقها استمرار العملية التعليمية وكما ذكرتم هناك خطة مدروسة أشرفت عليها كل المجالس من مجالس الأقسام والكليات ومجلس العمداء ومجلس الأمناء فأصبح هناك سياسات وإجراءات واضحة للطالب و للأستاذ ما الذي يجب أن يفعله خلال هذه الجائحة لأن التعليم لم يتوقف الجامعة وفرت كل ما يحتاجه الطالب من برامج مؤتمة من أجهزة يحتاجها الطالب للعملية التعليمية أصبح هناك انتقال نوعي من التعليم الوجاهي إلى التعليم عن بعد بعد أن استمرت الجامعة في التعليم عن بعد وهذا يعتبر حقيقة قفزة في فترة قصيرة قد تكون تحتاج إلى سنوات في الخطط الاستراتيجية العادية لكن بسبب هذه الظروف الطلبة استوعبوا الأمر و كذلك الأساتذة من خلال التدريب و الممارسة ثم انتقلنا فيما بعد إلى التعليم الهجين أي أن جزء من المحاضرات تكون وجه لوجه و جزء آخر يكون عن بعد المتوقع أن العامل الأكاديمي أو الفصل الأكاديمي القادم أنه سيكون التعليم كذلك هجين مرن إن صح التعبير يعني هناك جزء كبير من المحاضرات سيكون وجهيا لسيما لمنهم داخل الحرم الجامعي صحيح و بعض الامتحانات لمن يصعب عليهم الحضور لظروف السفر أو غير ذلك سيكون عن بعد و الجامعة فيها بنية تحتية كبيرة تساعد على أداء هذا الدور اللي هو التعليم عن بعد من خلال البرامج التي توفرها و من خلال البنية التحتية كسرعة إنترنت عالية و كأجهزة و برامج مختلفة هناك أتمتة لهذه الامتحانات هناك مراقبة إكترونية لامتحانات الإلكترونية الطلبة الآن يظهر لهم هذه الإجراءات من خلال ما يسمى بالسياسات والإجراءات التي وضعتها الجامعة الطالب يراها مقروعة و مسموعة و مشاهدة عبر موقع الجامعة و كذلك الأستاذ جميل دكتور نعلم تماما بأن طلبة الجامعة هم ضيوف على الشارقة صحيح هم من عشرات الجنسيات كذلك هؤلاء يحتاجون إلى عناية خاصة تتعلق بالاستقبال و التجهيزات و الأمور التي لها في التسجيل يعني ارتباط في التسجيل الأكاديمي الإقامة الدراسة كما ذكرنا المتابعة يعني لا سيما في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البشرية فكيف تم التحضير لجميع هذه هو كما ذكرت أستاذ محمد حقيقة طلبة الجامعة القاسمية هم من طيف واسع من الجنسيات يعني عدد المسجلين الآن من 94 جنسية في الكليات الخمسة لو أضفنا لهم عدد المسجلين في مركز اللغات العدد الجنسيات سيربع على المئة الجنسية و الأمر ليس فقط بتنوع يعني طيف الواسع من هذه الجنسيات و إنما أيضا في النوعية المتميزة لهؤلاء الطلبة في كل فصل دراسي الجامعة تقابل أكثر من خمسة ألاف طالب لتنتقي منهم نحو مئتين إلى ثلاثمئة طالب و لهذا قد تفاجأ بالنوعية المتميزة في الجامعة فتجد الطالب له مهارات كثيرة تجده شاعرا فصيحا بليغا حافظا صحيح و تجده خطيبا تجده مقرئا هذا بسبب الاختيار النوعي لهؤلاء الطلبة صحيح فطلبة الجامعة القاسمية تحرص الجامعة كل الحرص من الساعة الأولى لوصولهم من خلال عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع عدد من الإدارات و المراكز لاستقباله من اليوم الأول في المطار لأن اليوم الأول أو الانطباع الأول هو الانطباع الأخير كما يقولون فتهيئ لهم كل سبل الراحة الطالب يهيئ له السكن الراقي و يهيئ له التأمين الصحي و يهيئ له الأجهزة التي يحتاجها لاستخدام العملية التعليمية من الألف إلياء طلاب الجامعة القاسمية هم كما قلتم ضيوف الشارقة و هم قبل هذا و ذاك هم أبناؤنا و بناتنا صحيح و لهذا نحرص في الجامعة على دمجهم نفسيا و تعليميا بالإضافة إلى أن الجامعة لا تزودهم فقط بالمعارف و المعلومات من خلال الكليات نعم هناك مراكز كمركز مهارة في الجامعة يزود هؤلاء الطلبة بمهارة يحتاجونها ماشر كمهارة الخط كمهارة الزخرفة و أشياء أخرى يحتاجها في حياته اليوميا صحيح نعم في كل زيارة يعني دكتور اسمح لي لا أذيع سرا ولا أبالغ في الوصف عندما أذكر بأننا في كل زيارة إلى المدينة الجامعية بشارقة عموما و إلى الجامعة القاسمية على وجه الخصوص نرى إضافات معمارية غاية في الجمال كل هذا ضمن خطة مدروسة دكتور لتطوير البنية التحتية للجامعة القاسمية فحدثنا كذلك عن هذه الإضافات المعمارية و هذه التجهيزات التي نراها بين الفينة و الأخرى حركة البداء أستاذ محمد في الجامعة القاسمية منذ نشأتها لم تتوقف هي مستمرة كما قلتم وفق مخطط مدروس والذي يعني يمر مجرد مرور بجوار الجامعة لابد أن يأخذ ببصره أو أن يأخذ بصره هذا البناء المتميز وفق يعني فن معماري له علاقة بالحضارة الإسلامية بمعنى أن هذا البناء هو جزء من هوية الجامعة صحيح وهذا لا أظنه حتى يعني ليس حكرا على الجامعة بل هذا يعني جزء من هوية الإمارة صاحب السمو حفظه الله تعالى أراد هوية معمارية معينة للإمارة لا سيما أيضا الجامعة القاسمية كما قلتم البناء يعني مستمر هناك كثير من الأبنية مستمرة في القريب سيتم الانتهاء من مبنى كلية الاتصال و كذلك مبنى للأنشطة الطلابية لأن المبنى الآن الحالي هو مؤقت وهناك مبنى سكن رابع للطلبة أيضا على وشك الانتهاء و مبنى لمطعم الطلاب و مطعم الطالبات فحركة البناء حركة مستمرة لا تقف و الجامعة القاسمية هي كل يوم في جديد ولو لاحظت أن هذا البناء بالإضافة إلى ما سبق هو بناء صديق للبيئة الساحات الخضراء تراها في كل مكان و ليس فقط هو بناء وفق الحضارة الإسلامية وله صلة بالأصالة بل هو أيضا يجمع بين الأصالة و المعاصرة بمعنى أنه بنية تحتية قوية مزود بالإنترنت في كل مكان الشبكة العالية للإنترنت في البناء تمكن الطالب من التواصل في محاضراته في أي مكان هو سواء كان في المكتبة في قاعدة تدريس في مكان حتى في مكان تناوله للطعام في غرفته في الممرات في كل مكان فالجامعة مهيئة كل التهيئة لهذا الأمر كذلك دكتور وأنت تتحدث قبل قليل أستذكر كذلك أحد أهم المرافق داخل الجامعة القاسمية وهو الجامع في الحقيقة هذا الجامع الذي صمم وفق أفضل للطرز المعمارية و يحتوي على النقوش الإسلامية البارزة من الداخل و من الخارج حظينا بالصلاة في هذا المكان و نرى جل العناية و الاهتمام و النظافة و التجهيزات اللازمة لمثل هذه البيوت بيوت الرحمن حسنتم هو المسجد تحفى معمارية و العناية به واضحة و يخدم الطلبة و الأساتذة و الإدارية على حد سواء و هناك أبنية كثيرة أنت لو نظرت إلى دار المخطوطات لو نظرت إلى مسرح الجامعة الجامعة كلها كأنها قصر علمي صحيح هي قصر في جامعة و جامعة في قصر صحيح يعني كذلك دكتور من الأمور التي تحسب الجامعة القاسمية حرصها في الحقيقة على استقطاب أفضل الكفاءات في المجال التدريسي في المجال الأكاديمي و بجانبه كذلك في المجال الإداري لكن ربما في المجال الأكاديمي هي تلبي اشتراطات معينة تتعلق بتجديد الترخيص و الاعتماد الأكاديمي و في ذات الوقت تحرص على استقطاب هذه الكفاءات لتعلي من شأن كذلك الجامعة و طلابها و تحصيلها العلمي و تحقق رسالتها و أهدافها و غاياتها حدثنا عن هذا الجانب المهم و يعني كيف تشرف الجامعة على استقطابها مثل هذه الكفاءات عملية الاستقطاب في الجامعة هي عملية مستمرة ما ذكرتم هو دقيق جدا لأن الاستقطاب الأكاديمية و وفق اشتراطات معينة تتعلق بالرتبة العلمية و بالتخصص الدقيق يلبي اشتراطات الترخيص و تجديد الاعتماد لدى وزارة التربية و التعليم و حقيقة حتى يكون في نوع من الشافية و نوع من العدالة جميع الوظائف في الجامعة القاسمية سواء كانت وظائف أكاديمية أو وظائف إدارية هي فقط من خلال الإعلان عنها وفق الحاجة عبر الموقع حتى تسمح لعدد من المنتقدين بالتنفس و هذا يؤدي إلى اختيار الأفضل و تستخدم أيضا وسائل التواصل الحديثة كعدد من وسائل التواصل لنشر هذا الإعلان لكي يأتي الأفضل إلى هذه الجامعة و الإداريون كذلك الآن نسبة الإداريين في الجامعة تزيد على 40% من المواطنين و تم التعيين في هذه السنة لعدد من الموظفين و الإداريين نسبة التوطين فيها أكثر من 50% و الأمور بإذن الله في تقدم أكثر إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله جميل دكتور فيما يتعلق في الفصل الدراسي القادم و التحضيرات الجارية و تفضلت و ذكرت جزء كبير في هذا الخصوص كذلك بجانب التحضيرات الخاصة باستقطاب و استقبال أو استقبال بالإحراض طلب الجدود و استقطاب كذلك أعضاء الهيئتين الإدارية و التدريسية للجامعة هناك ربما تحضيرات قائمة لتجهيزات من جانب آخر من نوع آخر فما هو جديد الجامعة في هذا الخصوص حقيقة الجامعة كما قلنا عند استقطاب الطلبة هي كخلية نحل عمادة شؤون الطلبة عدد من الإدارات كإدارات الخدمات الطلابية كمكتب الخدمات الطلابية كمكاتب و مراكز أخرى تعمل كفريق واحد لاستقبال هؤلاء الطلبة الذين يصلون أحيانا في أوقات متأخرة في الفجر فيجد فريق من الجامعة يستقبلهم و يهيئ لهم كل ما يريدون الجديد في الجامعة حقيقة شيء كثير و مستمر يعني لو أردنا أن نتكلم عنه يعني قد يحتاج هذا إلى حلقات نعم صحيح ولكن ممكن أن أبين بأن هناك بعض الأمور التي تمت كإنشاء مثلا أو كنقل مركز الشارق الاقتصاد الإسلامي انتقل حديثا إلى الجامعة القاسمية كإنشاء مركز التعليم المستمر و التطوير أنشئت وحدة للبحث العلمي و وحدة للنشر العلمي أنشئت مجلة الجامعة القاسمية لاقتصاد الإسلامي بالإضافة إلى مجلة الجامعة القاسمية للعلوم الشرعية و الدرسات الإسلامية و كلتا يعني هاتين المجلتين هما مجلتان علميتان محكمتان لهما ترقيم دولي وفيهما رقم مميز للبحاث التي فيها موحد هذا الرقم يقال له في عالم المجلات العلمية المحكمة دي أو آي يعني أن كل بحث ينشر في هذه المجلة له رقم لا يتكرر كرقم الهاتف هذا الرقم يساعد في عملية العزو في عملية الاقتباس في عملية الرجوع لهذا البحث أو ما يسمونه بالسيتيشن جميل جميل جدا دكتور كذلك عند الحديث عن الجامعة القاسمية لابد من أن نستذكر مركز تعلم وتعليم اللغة العربية وهو أحد الصروح البارزة التي كذلك لها جانب مهم و دور بارز في الحقيقة في تعليم اللغة العربية و كذلك تخرج ربما من هذا المركز عشرات و مئات لم يكن وصلنا إلى أرقام أكبر من ذلك بكثير حقيقة مركز اللغات هو أحد المراكز الجامعة يعني كما قلت لكم فيها العديد من المراكز و الوحدات و الإدارات منها مركز اللغات يقوم بدور غايف الأهمية و هذا الدور يمثل أحد الأهداف الرئيسة للجامعة و هو تعليم اللغة العربية مركز اللغات يأتيه الطالب أحيانا من اليابان أو من الصين لا يتكلم كلمة عربية واحدة فيصبح فصيحا مبينا بليغا وأحيانا يقرض الشعر نعم صحيح و يتحول إلى كتابة الخط العربي يعني بجودة و إتقان أحيانا دون أن أبالغ أجمل بما يكتبه أحيانا الطالب العربي صحيح فمركز اللغات هو الخطوة الأولى التي يدخلها الطالب غير العربي لكي ينتقل إلى الكلية فلا ينتقل إلى الكلية إلا بعد أن يتمكن و يصبح متمكنا أمكن من لسانه العربي ثم ينتقل إلى الكلية يعني من الملاحظ دكتور كما تفضلت و أبلغ دليل على ما ذكرته بأن هناك من الطلبة من يأتون من مختلف بقاء العالم لا يتحدثون اللغة العربية إطلاقا تكون بدايتهم في مركز اللغات ثم يتخرجوا الجامعة لا تكتفي فقط بتعليمهم اللغة العربية بل تحفزهم على التعلم بشكل أكبر و على تجويد ما تم تحصيله من تعليم للغة العربية من خلال إشراكهم في مسابقات في مناهزات شعرية في كذلك مسابقات لها جانب يتعلق في اللغة العربية كما ذكرت مستد محمد هناك مسابقات سنوية و فصلية كمسابقة شاعر القاسمية و خطيب القاسمية و مقرئ القاسمية يشترك فيها الطلبة و يبدعون أيما إبداع و حقيقة الجديد في هذه الأمور في الجامعة القاسمية ليس له حدود الذي أود أن أقوله لكم هنا أن الجامعة القاسمية في تطور و تحديث مستمرين الحمد لله و ستبقى الجامعة القاسمية في ظل توجيهات و دعم و رعاية صاحب السمو حفظه الله تعالى مشروعا تعليميا جامعيا حضاريا شارقيا المكان عالميا رسالة و ستبقى الجامعة القاسمية كإشراقة شمس صادقة و كهدية عابقة من لدى صاحب السمو حفظه الله تعالى إلى العالم بأسره بإذن الله إن شاء الله خالص الشكر و التقدير لشخصك الكريم دكتور على دهل أضلك بالحضور و على في الحقيقة المعلومات المهمة التي قدمتها و التي تتعلق باستعدادات القائمة لاستقبال العام الدراسي القادم طلب الجدود كذلك الهيئة العين لدارية و التدريسية كل التوفيق لكم شكرا لكم الله يحفظكم الله يحفظكم كل الشكر و التقدير إذا مشاهدين الكرام لأستاذ الدكتور عواد الخلف القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية في الشارقة ترجمة نانسي قنقر